السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه المحاضرة خاصة بقسم المحاسبة المرحلة الرابعة في كلية فغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة لمادة معايير التدقيق الدولية راح نتناول في محاضرتنا لهذا اليوم معيار التدقيق الدولي رقم 700 حتى نفهم هذا المعيار يجب أولا أن نتناول مطاق معيار التدقيق الدولي 700 يتناول معيار التدقيق الدولي 700 مسؤولية المدقق المتعلقة بتكوين رأي حول البيانات المالية كما يتناول أيضا شكل ومحتوى تقرير المدقق الذي يتم إصداره نتيجة لعملية تدقيق البيانات المالية طبعا يعزز هذا المعيار التوافق في تقرير المدقق كما يعزز هذا المعيار المصداقية في السوق العالمية من خلال تمييز عمليات التدقيق التي تم إجراءها وفقا لمعايير هي أصلا معترف بيها عالميا فهذا طبعا بالتالي يساعد على تعزيز فهم المستخدم وتحديد الظروف غير العادية عند حصولها تاريخ نفاذ المعيار هو من 15 ديسمبر 2009 ولغاية الآن أما أهداف المدقق في ظل تطبيق معيار التدقيق الدولي 700 فتتلخص هاي الأهداف بتكوين رأي حول البيانات المالية القائمة على تقييم الاستنتاجات اللي توصل إلها المدقق بناء على ما حصل عليه من أدلة التطبيق مناسبة وكافية كذلك من أهداف الأخرى التعبير بوضوح عن ذلك الرأي بتقرير خطي يصف فيه الأساس اللي استند المدقق عليه في رأيه أيضا راح تظهرنا في هذا المعيار مجموعة من المصطلحات ناخذ من عندها المهمة مثلا البيانات المالية ذات الهدف العام طبعا هاي البيانات هي البيانات المالية المعدة وفقا لإطار ذو هدف عام ما المقصود بإطار ذو هدف عام؟ طبعا هو إطار إعداد التقارير المالية المصمم لتحقيق احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين للمعلومات المالية هذا الإطار أما يكون إطار عرض عادل أو يكون إطار امتثال هاي النوعين من الإطارات أخذناها وأخذنا مفهومها وعرفناها في معايير سابقة أما بالنسبة لمصطلح الرأي غير المعدل يقصد به الرأي الذي يعبر عنه المدقق عندما يستنتج إن البيانات المالية معدة وفقا لإطار إعداد التقارير المالية المعمول بيه كذلك يتطرق المعيار إلى مفهوم البيانات المالية اللي أخذنا أيضا فيه معيار سابق وإلى مفهوم المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بالنسبة إلى اعتبارات معينة يجب أخذها بنظر الاعتبار عندما يستنتج المدقق رأيه يجب أن نسلط الضوء على هذه الاعتبارات فالمدقق عندما يستنتج رأيه نتيجة حصوله على أدلة تدقيق كافية ومناسبة في هذا الاستنتاج يجب عليه أن يأخذ بنظر الاعتبار حول ما إذا تم الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة بنى عليها هذا الاستنتاج هاي منو يتطرق لها؟ معيار التدقيق الدولي 330 كذلك عليه أن يأخذ بنظر الاعتبار حول ما إذا كانت الأخطاء غير المصححة هي أخطاء هامة وجوهرية سواء إذا كانت منفردة أو مجتمعة مع أخطاء أخرى هاي يتطرق لها معيار التدقيق الدولي 450 كذلك عليه أن يأخذ بنظر الاعتبار أي تقييمات تقتضيها الفقرات من 12 إلى 11 في هذا المعيار كذلك يتطرق المعيار إلى ما الذي يجب تقييمه من قبل المدقق في ضوء متطلبات إطار إعداد التقارير المالية عليه أن يتطرق حول ما إذا كانت البيانات المالية تفسح بشكل ملائم عن السياسات المحاسبية الهامة والمطبقة وهل هذه السياسات المطبقة هي متوافقة أصلاً مع إطار إعداد التقارير المالية المعمول به؟ كذلك إذا كانت التقديرات المحاسبية التي أعدتها الإدارة هل هي معقولة؟ هل إن المعلومات المعروضة هي التي تكون ذات صلة بالموضوع موثوقة قابلة للمقارنة مفهومة؟ هل إن البيانات المالية تتوفر لإفساحات ملائمة تمكن المستخدمين من فهم تأثير المعاملات والأحداث؟ هل إن المصطلحات المستخدمة في البيانات المالية بما في ذلك عنوان كل بيان مالي هل هي مناسبة؟ كذلك على المدقق أن يتأكد من تحقيق البيانات المالية لإطار العرض العادل ما هي الأمور التي يجب أخذها بنظر الاعتبار حتى يتأكد المدقق من تحقيق البيانات المالية لإطار العرض العادل؟ عليه أولاً أن يأخذ العرض والهيكل والمحتوى الكلي للبيانات المالية وما إذا كانت هذه البيانات المالية بما في ذلك الإضاحات تمثل المعاملات والأحداث المعنية بطريقة تحقق العرض العادل لها كذلك يجب أن نعرف أنه عندما يعبر المدقق عن رأي غير معدل تكون هي هاي الحالة الطبيعية من يستنتج أن البيانات المالية معدة من كافة النواحي هي وفقاً لإطار إعداد التقارير المالية المعمول به إلى الحالة الطبيعية أنه المدقق ينبغي أن يعبر عن رأي غير معدل لكن عندي حالتين يعدل فيها الرأي بالنسبة للمدقق هاي تطرح لي إياها معيار التدقيق الدولي 705 الحالة الأولى اللي يعدل بيها المدقق رأيه هو إذا كان استنتاج المدقق بناء على أدلة التدقيق حصل عليها تؤكد له أن البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية أو الحالة الثانية إذا كان المدقق غير قادر على الحصول على أدلة التدقيق كافية ومناسبة حتى يستنتج أن البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية في هذه الحالة يجب على المدقق أن يعدل رأيه أما إذا كانت البيانات المالية لا تحقق الأرض العادل ما الذي يجب على المدقق فعله؟ في حال أن البيانات المالية لا تحقق لي الأرض العادل على المدقق أن يناقش هذه المسألة مع الإدارة ويحدد بالاعتماد على متقلبات إعداد التقارير المالية المعمول به يحدد كيفية حل هذه المسألة طبعاً هاي هنا من الضروري تعديل الرأي بالتقرير واللي نسأل ليه وين؟ معيار التدقيق الدولي 705 عندي حالة ما يتعين على المدقق تقييم البيانات فيما إذا كانت هذه البيانات تحقق الأرض العادل أم لا ما هي هذه الحالة؟ طبعاً عندما تكون البيانات المالية معدة وفقاً لإطار الامتثال ما يتعين على المدقق تقييم ما إذا كانت البيانات المالية تتحقق للعرض العادل أم لا ومع ذلك في حال استنتج المدقق بظروف طبعاً نادرة جداً أن هذه البيانات المالية هي مضللة إذن يجب أن ماذا يعمل ينبغي أن يناقش المسألة مع الإدارة ويحدد بالاعتماد على كيفية حلها ما إذا سيتم الإبلاغ عنها في تقرير المدقق وكيف سيقوم بذلك وبهذه المحاضرة ننهي أهم ما موجود في معيار التدقيق الدولي 700 طبعاً بقع عندي محاضرة أخرى نتطرق إلى متطلبات إعداد تقرير المدقق وبعض المواضيع الأخرى اللي راح نتناولها طبعاً طلاب الأعزاء أتمنى لكم الموفقية والنجاح وإن شاء الله أكمل موضوع معيار التدقيق الدولي 700 بالمحاضرة اللاحقة وشكراً